كان فيه دور بيلعبه الفن 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 طبعا لها دور مهم جدا جدا فيه وانا لذلك فيه مثلا اغنية زي مثلا انا هنا هنا يا ولادي الحلال لا عايز اجاه ولا كتر بال انا باعتبر ان ده اغنية من اغاني الصورة يعني مش اغاني الصورة بس والله زمان يا سلاحي وال واخدبالك والحاجات يعني عايز عليك تقول انه ده مفهوم جديد لانه مفيه قبول يدخل على المجتمع وتعبر عنه في قبول الزواج اه بدون مهروة انه اه ان فيه مجتمع بيتشكل ما بقاش المادة هي المحدد لقيمة الانسان انما لا زي زي هقول لحضرتك مثلا مهم جدا في المسألة دي وايضا مهم في مسألة التعليم انه مثلا لما اي ابا واما بيعرفوش يقروا كتب كويس لو قاعدين قصاد التلفزيون بيتفرجوا على فيلم اسمه الايد الناعم اي ففيه ماشت في الفيلم ده ان الباشا السابق رايح يبيع ناشينه للرجل بتاع عربية البسبوسة كويس فبيلاقي ابنه فهو بيستغرب ان ابنه يعني حد مهند دمه بيتكلم كويس فاكتشف انه طالب في الجامعة انه طالب في كله اقتصاده علوم سياسية واغذبالك وانه ممكن يبقى في يوم الايام سفير وانه لما بيكلمه بيقوله انا ها بيقوله هتتجاوز ازاي قاله انا خاطب واحدة زملتي وهنبني بيتنا مع بعض طوبة فضة وطوبة دهب القيم دي اتسللت داخل العقل الجامعي للمجتمع فأصبح مني ونسبانهم التعليم قيمة مهمة جدا انا والدي ده اللي ما خدش فرصة انه يعرف حتى يقرأ ويكتب كان اول مشوار لي بعد صلاة الفجر وهو راجع على البيت يفوت على بقعة الجرائد اللي على نصة البيت وانت تقرها له يجيب كل مش احنا نقرها له هو جايبها لينا كويس الاهرام الاخبار الجمهورية المصور روزا اليوسف صباح الخير ميكي وسامير يعني احنا كنا اسرة كبيرة العدد احنا 12 اخو واختي كويس فكان كل الاعمار يجيب كل اللي عندها يجيب ويجيبه لنا البيت مع تكرار هذه المسألة ابتدت بالنسبة لي الكلمات تكتسب مدلول ايه يعني ابتدت افهم من الصياق العام افهم معاني الكلمات دي عبار ما خلصت الاعدادية انا كنت قاري توفيق الحكيم وقاري يوسف ادريس وقاري برام التونسي وقاري احمد شوقي يعني بالنسبة لي حصلت لي كده نوع من الانجزاب الى وكت بدأت حتى في هذه المرحلة تنشأ عندي كمان هواية جمع الكتب اشتركوا في القناة